رقم خمسة عندنا حرف المادة، ما هي؟ مادة ألف وماد واو وماد ياء ماد الألف حركة طويلة ولا قصيرة؟ طويلة ماد الواو حركة طويلة ولا قصيرة؟ حركة طويلة ماد الياء؟ طويلة طيب من الحركات الشبيهة بها وحركات قصيرة؟ الفتحة شبيهة الماد الألف ومن شبيهة الماد الواو؟ الضمة من شبيهة الماد الياق؟ الكسرة آه تلات حركات قصار أو قصيرة شبيهة الثلاث حركات المدود ماد ألف ماد واو ماد ياء ولازم يكونوا موجودين مع بعض نفس الكلمة طب الحق موجودة ها جالها المادة الالف تبقى حا ها نقدر نتكون كلمات من خلال الاسوات دي نقول ايه حا تم طيب عايزين كلمة فاهمة دواو مع الحق حود ها مشهورة جدا حق مع الواو تبقى حود يعني الصوت المادة مع الممدود حرفين جبنا حرف تالت بقى تكلمة نقول ايه حوتن طب مادة الياء حيتان حي صوت حي حيتان وفاهم مادة الالف بس الممدود التاء يبقى ممكن مادة الياء التامة في كلمة واحدة اه طب عايزين الكلمة الشكل بقى ده متصل ممكن نجيب مادة الياء منفصل في اخر الكلمة او بالشكل ده اللي هو المادة الياء كلمة ضواحي يبقى دي كانت مدودي مادة الاف مادة واو مادة الياء بالشكلين في وسط الكلمة وفي اخر الكلمة ودي كانت مدوداتي عاوزين نعرف تنويناتك اه يلا يا صحابي اعرفك على تنويناتي وهي رقم ستة في الاسواق اللي انا مجمعها طيب عندنا تنوين باي اصحابي بالفتح تنوين بالضم تنوين بالكسر اه والكسر يشبع الفتح ولكن الفتح فوق الحرف والكسر تحت الحرف طيب من يا اصحابي يقدر يجيب للكلمة اخيرة وحرف الحق فرح اه ف ر اه الحق اه فرح 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 عايزين ننونها بالفت تبقى فرحا فرحا ح فرحا طيب حرف الحق طبعا بيتصد باللي بعده والتنوين بالفتح بيحتاج الاف مساعد وانا بسميه الاف عكاز يقوي صوت التنوين ونسمع صوت النون بس ما نكتبهاش انا بقى بكتبه عشان نتذكر ان هي ما تكتبش عشان تبقى قدام عينينا نعرف ان هي نون كدابة بتضحك علينا بس احنا لا احنا بنميزك وعارفينك يا نون يا كدابة انت نون التنوين نسمع صوتك بس ما نكتبكيش ندخل على التنوين بالضم تبقى فرحن فرحن التنوين بالضم بقول انا قوي مش محتاج حد يساعدني انا تنوين بالضم ضمتين مش محتاج مساعدة ولكن هتسمعوا صوت النوم التنوين ولكن مش هنكتبه يبقى فرحن نشوف التنوين الثالث وهو التنوين بالكاسر فرحن فرحن طيب التنوين بالكاسر بيقولكو برضو يا اصحابي انا مش محتاج مساعدة ومش محتاج الف زي التنوين بالفتح انا صوتي قوي كده تنوين بالكاسر فرحن وتسمعوا صوت النون بس ما تخدعكوش دنون التنوين نسمع صوتها بس ما نكتبهاش وبكده نكون وصلنا لانهاية حرفنا وانهاية حلقتنا وقابلكم ان شاء الله فحرف جديد من حروف اللغة العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة